سؤال بيقول لي ازايك يا ابونا انا دايما بفكر في الانتحار اليأس دايما بيحاربني فكر اليأس اني مش قادرة عليه وده فكر وحش الببان كلها مقفولة في وشي ارجوك صليلي وكاتب اسمها وبتقول اسكرني في صلواتك مستني ردك يوم الجمعة الجاية بص يا بنتي انا عايز اقولك حاجة ممكن تكون فيه ظروف صعبة انتي بتمر بيها حسستك ان الابواب مقفولة والشيطان استلمك على مستوى الفكر ويبتدي يقولك انتي ملكيش حظ انتي عايشة ليه انتي بختك قليل وتبقى الظروف بتساعده ان يخليك تصدق الفكرة دي لا الفكرة بتاعه ربنا وولاد ربنا مش كده خالص اليأس ده حاجة مش بتاعتنا اليأس دي حرب غريبة علينا ويقولوا عليها الاباء انها اسوأ واخر الحروب يعني حتى حرب الزنا لما تيجي الانسان يكترها عليه الشيطان عشان يحسب ايه انه مفيش فايدة انه يقدر يبطلها فييأسه من مراحم ربنا ويأسه من نفسه ومن جهاده علشان كده لازم يبقى فيه حد بتتكلمي معايا حبيبتي لازم يكون فيه حد انتي بتتكلمي معاه لازم فين قبع اعترافك فين الخادمة لربتك لكن لو الافكار دي زادت لأ نخاف عليك طبعا لان في لحظة ضعف ممكن نشطني خليك تعمل اي حاجة وإحنا هنستنى لأ ارجوكي روحي اتكلمي مع حد علشان يساعدك في الموضوع ده ما تسبيش الفكرة يكبر جواكي لان ممكن تبقى نهايته مشكلة جدا